بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبع هداه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الثاني والأربعون من دروس تفسير سورة الأعراف للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين السابعة والثمانين والثامنة والثمانين بعد المئة من هذه السورة الكريمة وهما قول ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون يقول الإمام في تفسير قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها اعلم أن في نظم الآية وجهين الأول أنه تعالى لما تكلم في التوحيد والنبوة والقضاء والقدر أتبعه بالكلام في المعاد لما بينا أن المطالب الكلية في القرآن ليست إلا هذه الأربعة المطالب الكلية في القرآن أربعة التوحيد والنبوة والمعاد والقضاء والقدر الثاني من أوجه التناسب بين هذه الآية وما قبلها أنه تعالى لما قال في الآية المتقدمة وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم باعثا بذلك على المثابرة إلى التوبة والإصلاح قال بعده يسألونك عن الساعة أيان مرساها ليتحقق في القلوب أن وقت الساعة مكتوم عن الخلق فيصير ذلك حاملا للمكلفين على المسارعة إلى التوبة وأداء الواجبات وفي الآية مسائل المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك السائل من هو قال ابن عباس رضي الله عنهما إن قوما من اليهود قالوا يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة فنزلت هذه الآية وقال الحسن وقتاد إن قريشا قالوا يا محمد بيننا وبينك قرابة فاذكر لنا متى الساعة المسألة الثانية قال صاحب الكشاف الساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للثرية لأن غير الثرية يسمى نجما أيضا لكنه اسم غالب فالساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للثرية وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة أو لأن حساب الخلق يقضى فيها في ساعة واحدة فسمي بالساعة لهذا السبب أو لأنها على طولها كساعة واحدة عند الخلق المسألة الثالثة أيانا معناه الاستفهام عن الوقت الذي يجيء وهو سؤال عن الزمان وحاصل الكلام أن أيانا بمعنى متى وفي اشتقاقه قولان القول المشهور أنه مأخوذ من أين وأنكره ابن جني وقال أيانا سؤال عن الزمان وأين سؤال عن المكان فكيف يكون أحدهما مأخوذا من الآخر والثاني وهو الذي اختاره ابن جني أن اشتقاقه من أويت إليه لأن البعض آو إلى الكل والمعنى أي وقت وأي فعل قال ابن جني وقرأ السلمي إيانا بكسر الهمز يقول السمين الحلبي واختلف النحويون في أيانا هل هي بسيطة أم مركبة فذهب بعضهم إلى أن أصلها أي أوان فحذفت الهمزة على غير قياس ولم يعوض منها شيء وقلبت الواوياء على غير قياس فاجتمع ثلاث ياءات فاستثقل ذلك فحذفت إحداهن وبنيت الكلمة على الفتح فصارت أيانا واختلفوا فيها أيضا هل هي مشتقة أم لا فذهب أبو الفتح ابن جني إلى أنها مشتقة من أويت إليه لأن البعض آو إلى الكل والمعنى أي وقت وأي فعل ووزنه فعلان أو فعلان بحسب اللغتين إذا كان أيانا فهو على وزن فعلانا وإذا كان أيانا كما هي قراءة السلمي فهو على وزن فعلان ومنع أن يكون وزنه فعالا مشتقا من أين لأن أين ظرف مكان وأيان ظرف زمان انتهى كلام السمين الحلبي المسألة الرابعة مرساها المرساها هنا مصدر ميمي بمعنى الإرساء لقوله تعالى في سورة هود عليه السلام على لسان نوح عليه السلام وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها أي إجراؤها وإرساؤها والإرساء معناه الإثبات يقال رسى يرسو إذا ثبت قال تعالى والجبال أرساها فكان الرسو ليس اسما لمطلق الثبات بل هو اسم لثبات الشيء إذا كان ثقيل إذن الرسو أخص من الثبات لأن الثبات يطلق على ثبات الشيء الثقيل والخفيف أما الرسو فلا يطلق إلا على ثبات الشيء إذا كان ثقيل لذلك يقول فكان الرسو ليس اسما لمطلق الثبات بل هو اسم لثبات الشيء إذا كان ثقيلة ومنه إرساء الجبل وإرساء السفينة ولما كان أثقل الأشياء على الخلق هو الساعة بدليل قوله تعالى ثقلت في السماوات والأرض لا جرم سم الله تعالى وقوعها وثبوتها بالإرساء ثم قال تعالى قل إنما علمها عند ربي أي لا يعلم الوقت الذي فيه يحصل قيام القيامة إلا الله سبحانه لا يعلم الوقت الذي فيه يحصل قيام القيامة إلا الله سبحانه ونظيره قوله سبحانه إن الله عنده علم الساعة وقوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وقوله إن الساعة آتية أكاد أخفيها ولما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة فقال قال صلى الله عليه وسلم ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل في حديث جبريل الطويل حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الرجل وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان ثم قال أخبرني عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم أخبره عن أشراطها وبعد أن خرج ذلك الرجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم قال المحققون والسبب في إخفاء الساعة عن العباد أنهم إذا لم يعلموا متى تكون كانوا على حذر منها فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية وهذا كإخفائه أجل الإنسان ليبقى دائما على الطاعة ويتجنب المعاصر ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى فقال لا يجليها لوقتها إلا هو التجلية معناها إظهار الشيء والتجلي ظهوره والمعنى لا يظهرها في وقتها المعين إلا هو أي لا يقدر على إظهار وقتها المعين بالإعلام والإخبار إلا هو عز وجل ثم قال تعالى ثقلت في السماوات والأرض والمراد وصف الساعة بالثقل ونظيره قوله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا في سورة الإنسان وأيضا وصف الله تعالى زلزلة الساعة بالعظم فقال في فاتحة سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ووصف عذابها بالشدة فقال وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين في تفسير قوله ثقلت في السماوات والأرض وجوه قال الحسن ثقل مجيئها على السماوات والأرض لأجل أن عند مجيئها تتشقق السماوات وتتكور الشمس والقمر وتنتثر النجوم وثقلت على الأرض لأجل أن في ذلك اليوم تبدل الأرض غير الأرض وتبطل الجبال والبحار وهذه الأمور ذكرت في كتاب الله عز وجل في مواطنة كثيرة الأمور التي تحدث عند قيام الساعة ما يحدث للشمس والقمر والسماوات والأرض والجبال كله ورد في غير موطن في كتاب الله عز وجل وقال أبو بكر الأصم إن هذا اليوم ثقيل جدا على أهل السماء والأرض لأن فيه فناءهم وهلاكهم وذلك ثقيل على القلوب وقال قوم إن هذا اليوم عظيم الثقل على القلوب بسبب أن الخلق يعلمون أنهم يصيرون بعدها إلى البعث والحساب وإلى السؤال والخوف من الله تعالى في مثل هذا اليوم شديد أو يقول والخوف من الله في مثل هذا اليوم شديد إذن يقول إن هذا اليوم عظيم الثقل على القلوب بسبب أن الخلق يعلمون أنهم يصيرون بعدها إلى البعث والحساب والسؤال وقال السدي ثقلت أي خفيت في السماوات والأرض ولم يعلم أحد من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين عليهم السلام متى يكون حدوثها ووقوعها وقال قوم ثقلت في السماوات والأرض أي ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين على أهل السماوات والأرض وكما يقال في المحمول الذي يتعذر حمله إنه قد ثقل على حامله فكذلك يقال في العلم الذي استأثر الله تعالى به يقال إنه يثقل عليهم ثم قال لا تأتيكم إلا بغتة وهذا أيضا تأكيد لما تقدم وتقرير لكونها بحيث لا تجيء إلا بغتة وفجأة على حين غفلة من الخلق وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الساعة تفجأ الناس فالرجل يصلح موضعه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقوم بسلعته في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه وروا الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لتقومن الساعة وإن الرجل لا يرفع اللقمة إلى فيه حتى تحول الساعة بينه وبين ذلك أي لا يضعها في فيه ولا يأكلها ثم قال تعالى يسألونك كأنك حفي عنها وفيه مسألة المسألة الأولى في الحفي وجوه الأول الحفي معناه البار اللطيف الحفي معناه البار اللطيف قال ابن الأعرابي يقال حفى بي حفاوة وتحفى بي تحفيا والحفى الكلام واللقاء الحسن ومنه قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أي إنه كان بي بارا لطيفا يجيب دعائي إذا دعوته فعلى هذا التقدير يسألونك كأنك بار بهم لطيف العشرة معهم وعلى هذا قول الحسن وقتادة والسدي ويؤيد هذا القول ما روي في تفسيره أن قريشا قالت لمحمد صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك قرابة فاذكر لنا متى الساعة فقال تعالى يسألونك كأنك حفي عنها أي كأنك صديق لهم بار بمعنى أنك لا تكون حفيا بهم ما داموا على كفرهم والقول الثاني حفي عنها أي كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها وعلى هذا القول حفي فعيل من الإحفاء وهو الإلحاح والإلحاف في السؤال ومن أكثر السؤال والبحث عن الشيء علمه قال أبو عبيدة هو من قولهم تحفى في المسألة أي استقصى فقوله كأنك حفي عنها أي كأنك أكثرت السؤال عنها وبالغت في طلب علمها قال صاحب الكشاف هذا التركيب يفيد المبالغة ومنه إحفاء الشارب واحتفاء البقل استئصاله وأحفى في المسألة إذا ألحف وحفي بفلان وتحفى به أي بالغ في البر به وعلى هذا التقدير فالقولان الأولان متقاربان المسألة الثانية في قوله عنها وجهان الأول أن يكون فيه تقديم وتأخير والتقدير يسألونك عنها كأنك حفي بها ثم حذف قوله بها لطول الكلام ولأنه معلوم لا يحصل للتباس بسبب حذفه إذن في قوله عنها وجهان الوجه الأول أن يكون فيه تقديم وتأخير والتقدير يسألونك عنها كأنك حفي بها ثم حذف قوله بها لطول الكلام ولأنه معلوم لا يحصل للتباس بسبب حذفه والوجه الثاني أن يكون التقدير يسألونك كأنك حفي بهم لأن لفظ الحفي يجوز أن يعدى تارة بالباء وأخرى بكلمة عنه ويؤكد هذا الوجه بقراءة بن مسعود رضي الله عنه كأنك حفي بها وأقول على الوجه الأول عنها متعلقة بيسألونك وقوله كأنك حفي معترض وصلتها محذوفة والتقدير حفي بها وعلى الوجه الثاني عن بمعنى الباء كما أن الباء بمعنى عن في قوله فاسأل به خبيرة وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام فاسأل به خبيرة الباء هنا بمعنى عن أي فاسأل عنه خبيرة الرحمن فاسأل به أي فاسأل عنه خبيرة وكذلك قوله ويوم تشقق السماء بالغمام أي عن الغمام لأن حفيا لا يتعدى بعن بل بالباء كقوله كان بي حفية ويضمن معنى شيء يتعدى بعن إذن حفيا لا يتعدى بعن بل بالباء كقوله إنه كان بي حفية ويضمن معنى شيء يتعدى بعن يضمن حفيا معنى شيء يتعدى بعن أي كأنك كاشف بحفاوتك عنها كذا في الدر المصون المسألة الثالثة قوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها سؤال عن وقت قيام الساعة وقوله ثانيا يسألونك كأنك حفي عنها سؤال عن كنه ثقل الساعة وشدتها ومهابتها فلم يلزم التكرار أجاب عن الأول بقوله إنما علمها عند ربي إذن هنا سؤالان سؤال عن وقتها وسؤال عن شدتها أجاب عن الأول بقوله إنما علمها عند ربي وأجاب عن الثاني بقوله إنما علمها عند الله فلم يلزم التكرار يقول والفرق بين الصورتين يعني لماذا قال في الأولى عند ربي وفي الثانية عند الله يقول الفرق بين الصورتين أن السؤال الأول كان واقعا عن وقت قيام الساعة والسؤال الثاني كان واقعا عن مقدار شدتها ومهابتها وأعظم أسماء الله مهابة وعظمة عند السؤال عن مقدار شدة القيامة هو الاسم الدال على غاية المهابة وهو قولنا الله لذلك جاء الجواب عن السؤال الثاني بلفظ الجلالة إنما علمها عند الله يقول الزمخشري فإن قلت لما كرر يسألونك وكرر قوله إنما علمها فقال في السؤال الأول إنما علمها عند ربي وفي الجواب عن السؤال الثاني إنما علمها عند الله يقول الزمخشري للتأكيد ولما جاء به من زيادة قوله كأنك حفي عنها وعلى هذا تكرير العلماء الحذاق في كتبهم لا يخلون المكرر من فائدة زائدة ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون والمعنى ولكن أكثر الناس لا يعلمون السبب الذي لأجله أخفيت معرفة وقتها المعين عن الخلق ثم قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون وفي الآية مسائل المسألة الأولى في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا أي أنا لا أدعي علم الغيب إن أنا إلا نذير وبشير ونظيره قوله تعالى في سورة يونس عليه السلام ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل الثاني روي أن أهل مكة قالوا يا محمد ألا يخبرك ربك بالرخص والغلاء حتى نشتري فنربح وبالأرض التي تجدب لنرتحل إلى الأرض الخصبة فأنزل الله تعالى هذه الآية الثالث قال بعضهم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق جاءت ريح في الطريق ففرت الدواب منها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت رفاعة بالمدينة وكان فيه غيظ للمنافقين وقال صلى الله عليه وسلم انظروا أين ناقتي فقال عبد الله بن أبي مع قومه ألا تعجبون من هذا الرجل يخبر عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف أين ناقته فقال صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين قالوا كيت وكيت وناقتي في هذا الشعب قد تعلق زمامها بشجرة فوجدها على ما قال فأنزل الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله المسألة الثانية اعلم أن القوم لما طالبوه صلى الله عليه وسلم بالإخبار عن الغيوب وطالبوه بإعطاء الأموال الكثيرة والدولة العظيمة ذكر أن قدرته قاصرة وعلمه قليل وبين أن كل من كان عبدا كان كذلك والقدرة الكاملة والعلم المحيط ليس إلا لله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فالعبد كيف يحصل له هذه القدرة وهذا العلم واحتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله والإيمان نفع والكفر ضر فوجب أن لا يحصل إلا بمشيئة الله تعالى وذلك يدل على أن الإيمان والكفر لا يحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه وتقريره ما ذكرناه مرارا أن القدرة على الكفر إن لم تكن صالحة للإيمان فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر وإن كانت صالحة للإيمان انتنع صدور الكفر عنها بدلا عن الإيمان إلا عند حدوث داعية جازمة فخالق تلك الداعية الجازمة يكون مريدا للكفر فثبت أن على جميع التقادير لا يملك العبد لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تعالى أجاب القاضي عنه بوجوه الأول أن ظاهر قوله قل لا أملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وإن كان عاما بحسب اللفظ إلا أن ذكرنا أن سبب نزوله هو أن الكفار قالوا يا محمد ألا يخبرك ربك بوقت السعر الرخيص قبل أن يغلو حتى نشتري الرخيص فنربح عليه عند الغلاء فيحمل اللفظ العام على سبب نزوله والمراد بالنفع تملك الأموال وغيرها والمراد بالضر وقت القحط والأمراض وغيرها الثاني المراد لا أملك لنفسه نفعا ولا ضرا فيما يتصل بعلم الغيب والدليل على أن المراد ذلك قوله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير الثالث المراد لا أملك لنفسه من الضر والنفع إلا قدر ما شاء الله أن يقدرني عليه ويمكنني منه والمقصود من هذا الكلام بيان أنه لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله تعالى عليه واعلم أن هذه الوجوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظ وكيف يجوز المصير إليه مع أن أقمنا البرهان القاطع العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل عليه ظاهر لفظ هذه الآية والله أعلم المسألة الثالثة احتج الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم علمه بالغيب بقوله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير واختلفوا في المراد من هذا الخير فقيل المراد منه جلب منافع الدنيا وخيراتها ودفع آفاتها ومضراتها ويدخل فيه ما يتصل بالخصب والجد والأرباح والأكساب وقيل المراد منه ما يتصل بأمر الدين يعني لو كنت أعلم الغيب كنت أعلم أن الدعوة إلى الدين الحق تؤثر في هذا ولا تؤثر في ذاك فكيف أشتغل بدعوة هذا دون ذاك وقيل المراد منه ما يتصل بالجواب عن السؤالات والتقدير لو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الجواب عن هذه المسائل التي سألتموني عنها كالسؤال عن وقت قيام الساعة وغيره وأما قوله وما مسني السوء ففيه قولان القول الأول قال الواحدي رحمه الله تم الكلام عند قوله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير ثم قال وما مسني السوء أي ليس بي جنون وذلك لأنهم نسبوه إلى الجنون كما ذكرنا في قوله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة تقول الإمام وهذا القول عندي بعيد جدا ويوجب تفكك نظم الآية والقول الثاني أنه تمام الكلام الأول والتقدير ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من تحصيل الخير ولحترزت عن الشر حتى صرت بحيث لا يمسني سوء ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر أن علم الغيب غير حاصل عندي ولما بين بما سبق أنه لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه ولا يعلم إلا ما أعطاه الله العلم به كما قال تعالى في آية أخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ولما بين بما سبق أنه لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه ولا يعلم إلا ما أعطاه الله العلم به قال إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون والنذير مبالغة في الإنذار بالعقاب على فعل المعاصي وترك الواجبات والبشير مبالغة في البشارة بالثواب على فعل الواجبات وترك المعاصي وقوله لقوم يؤمنون فيه قولان أحدهما أنه نذير وبشير للمؤمنين والكافرين إلا أنه ذكر إحدى الطائفتين وترك ذكرى الثانية لأن ذكر إحداهما يفيد ذكرى الأخرى وهذا كقوله صرابيل تقيقم الحر ولم يقول والبرد اكتفى بذكر أحد اللفظين عن ذكر الآخر والثاني أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان نذيرا وبشيرا للكل إلا أن المنتفع بتلك النذارة والبشارة هم المؤمنون فلهذا السبب خصهم الله تعالى بالذكر وقد بالغنا في تقرير هذا المعنى في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إذن القرآن هدى للناس فلماذا جعل هدايته للمتقين فقط في سورة البقرة في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال لأن المتقين هم المنتفعون به فكأنه هدى لهم دون غيرهم وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الثامنة والثمانين بعد المئة ونقف عند الآية التاسعة والثمانين بعد المئة وهي قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر